كاتعاني اختي من الشعر الزائد اليوم غادي نشارك معاكم واحد الوصفة معجيزة يا البنات بادي اللايزر غا توقفي عليش حاجة سميتها كل مرة وساعة جيب الشفرة خد الشفرة جيب آلة الحلاقات دير لها السيغ سيل هاد السالون خسرف هاد السالون فاقتي اليوم غا تخبيلي فليسة تقل دوير الزمان قاتي غا تمشي للسالون للتشي بلاسة ان شاء الله حتى كل مرة وساعة تمشي تجيب الشفرة هاد المسألة هدي دي ما البنات ما كنصحكمش بها لانو الشفرة كتسبب بها تهيج حبوب ساواد زروقية لايطاش بزاف دي الاشياء اللي هالبنات لا تحمدوا عقبها للاسف فليوما الناس غا نديروا بادي اللايزر كما كنقول لكم من دي ما اللايزر هو احسن الاشياء في ازرال الشعر ولكن للاسف الحسز دي لو هالبنات كيبقوا مكلفين بزاف دي الناس يعني الاغلبية دي الناس را تكلفة دي الكل حصة باش نديروا اللايزر لبعض لبادي او لغير بادي واحدة للاسف غير منطقية يعني ما بزياناش لنا فليوما اختي غا نديروا با بادي اللايزر او لبادي اللايزر في ازالة الشعر الزائد تبيض المنطقة منع النمو وصفة ان شاء الله كما قلنا معجزة بكل ما تحملوا الكلمة من معنى انتمنت تعجبكم تمنتنا الاستحسان دي لكم ولكن بليز حبيبتي ما تنسونش من لي لايك الله يصر امركم والله يخليكم كل من هو عزيز وغالي عندكم فما تنسونش بواحد لايك واشتركي اختي في القناة سمرحبا بيك فعلي زيل الجرس ويا الله ومعنا باش نتعرفوا على مقادر الوصفات طريقة دي التحذير طريقة دي الاست اول حاجة ستحتاجها معي في هذا الغوصات واللي هي التومة تومة الحبيبة ولا التومة الحمرة اللهم بارك يا البنات في المزايا ديالها تومة رأي كلها منافع وكلها مزايا هانتوما هنا رأي عندي هاد الفصل ديال التوم نوريكم هايا وهايا كذلك هذه التومة البنات الحمرة انا نوريها لكم باش شوفوا هذه البنات هي التومة الحمرة التومة الحبيبة اللي ما كتخططه شدار لفشهيوات كنتجج كنديروها كالحم كنديروها يعني كان اي شهيوات ندخلو في هدي ما التومة فاليوما غنحتاجوا التومة الحمرق هادي في علاج او لف ازالة الشعر الزائد ومنع النمو وتبيض المنطقة في نفس الوقت فاتبارك الله فيها جميع الاشي اللي غادي تحتاجي فالمهم غزالاتي نحتاجوا ان شاء الله التومة الحمرق هادي بالضبط يعني ضروري مما تاخدوا هاد النوعية بالنسبة المكونات التناوية فغنحتاجوا مكونات لي سهلين واللي هما ساشية وحدة ديال الخميرة سواء ديال الآزة سواء ديال الآزة ولا ديال نسبة للناس اللي يعني ساكني في المغرب فهذا جوجت نوعية مشهورين ومعروفين بشكل كبير هاد الجوجت نوعية را ما تخطونيش زوينين بزف بزف والمنافع ديال حبيباتي والفليط المزايد ديال هم كثيرة يعني ما شاء الله على المنافع اللي فيهم فغادي نحتاجوا كمما قلنا الى ساشية وحدة ديال الخميرة ديال الحلويات ماشي ديال الخمز غادي نحتاج الى معجون الاسنان اي نوعية توفرات انا هنا غندي المسواك سواء هاد النوعية ديال المسواك نحتاجوا ان شاء الله الى الدقيق الابيض او لدقيق الفورس او لدقيق المخبوزة ها هو البنات هذا هو الدقيق الابيض نحتاجوا منه كيمية بالنسبة للدقيق كي يزول الشعر الزائد كي يمنع النمو كي يزول لاتراس كي بيض يعني صراحة عنده جميع المنافع و جميع المزايا وغادي نحتاجوا كذلك مكوين ترمس لكي يمنع النمو كما قلنا بديل لايزغ بكي يخليش شعر انه ينمو نهائيا ها هو البنات هذا هو الترمس كي يجيو بودر ورا كي يتباع بودور كي يجيو بودور ديال الكبر ولكن انا ما كنجيبوش بودور كنجيبو غايم طحون فنعاوضوا المقادر ساشية ديال الخميرة ديال الحلوة معجول الاسنان بدقيق والترمس وغا نحتاجوا التوم المبشور ان شاء الله غا نشارك معكم الطريقة وبنسبة للبنات مثلا عواض ما يديرو ها التوم هذا بغا نديرو زيت التوم ها هو البنات هذا رزيت بمستخلص التوم زوين فممكن ديريه لو بغيتي المنافع دياله تهو زوينة ولكن انا كنفضل التوم طبيعي لانه كتكون المنافع دياله و النتيجة دياله اسرع من التوم العادي وغا نحتاجو ان شاء الله واحد القراءة ديال المورد باش نخلطوه حسا البنات يعدو من الحساسية ان شاء الله ما يتبقاش فيهم والماء ديال الورد را كيزول جميع الاشياء وجميع الويوب فهو صالح لتجميل وحمير العين والحمى والتجاعد را كنتم معارفين المنافع ديال المورد وعلى بركتي الله غنضو زوده بالطريقة ديال تحضير فالمهم حبيباتي هنا غادي ناخد التوم وغادي ننقيه جيدا بسني ننقيه بالنسبة لكمياء ديال التوم فهي كتبقة اختيارية بتضيفي كمياء قليلة كثيرة يعني على حسب الاختيار ديالكم ومانا غا نضيف جوج حبات وانتو ما عينكم ميزانكم بتضيفي كمياء كثيرة ضيفيها بتضيفي كمياء قليلة ضيفيها يعني هنا لكي حرية الاختيار ومن هنا يجوش حبيبات سوف يكفوني أول حاجة سوف نخذ هذه الحكاكة الرقيقة اللي يكونوا الأعيون ديرها صغر موسيقى اشتركوا في القناة نضيف الخميرة الحلويات نضيف كمية من ماء ورد نضيف الخميرة نضيف الخميرة نضيف كمية نضيف الخميرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترمس ترمس تمنع النموذ الشعر وتصفي وتبيد وتعالج الترهولات والتجايد فهي متعددة الاستعمالات سنجمع المكونات ونضيف مع القدية المعجول الأسنان شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فوق شفايف رجلات ديالك بيطانك اي بيطانك اختي بغيتي تزولي بها الشعر فتبقيها بهذا الشكل هذا خاء ديك التومال كتكون هكذا كوريات بالعكس تسهل علينا الامر تطبقها بهذا الشكل و تجعلها حتى تجف مزيان مزيان من بعد يبس عاد تبدي تفركيها تجهنمو الشعر و من بعد تنزع و يتطير ما غاديش تحسي به نهائيا فهذه الوصفة على ضمانتي غير جربوها معجزة بكل ما تحميله اقتصادية وبسيطة و دا با جاء الوقت باش نتغطي معاكم المحلول السائل اللي كندير من بعد ما كندير هاد الوصفة هو اقتصادي و بسيط و رخيص هو كي يمنع النموذ دي الشعر الزائد هو محلول كي ما كنقولون من ابسط المحالي اللي كندير فاش كندير اي وصفة دي الشعر الزائد من بعد ما كنديره سنشاركه معاكم دابة و لكن قبل ما بغيت نقول لكم من نسبة لديك شعر كنت تنزع في بعض الوصفات فهذا الوصفة لا لانه كان معجول الأسنان و معجول الأسنان لبنات الدور في هذه الغوصات هو انه يخضر المنطقة ما بقيتش كتحسي بيه مني كتنزع لك الضغبة ديال الشعير ديالك ولا ديال البقتي اللي غدي تزولي منهم الشعير ديالك فهذا الشي اللي كانت من هاد الاغوصات تعجبكم نتمنى الاستحسان ديالكم نتمنى حبيبتي يدعمونا بليلايك ديالكم حاولو تشجعونا ماكسيموم بليلايك ديالكم بشاكدا انسيتو نجيبو لكم ان شاء الله المزيد من الوصفات البسيطة والاقتصادية خصوصا ازالة تشار لان وزير للشعر يقلبو عليها بزيف ديال نيسا ماكيبوشو بقاوم مسلا يديرو الشفراء ولا علاة الحلاقة ولا لاسيق لكل مرة و ساعة يدمنى نكزب الفلوس فالمهم حبيبتي دابا غادي نشارك معاكم المحلول السائل اللي كنديرون بعد ما كندير هاد الوصفات ديال تومة لإزالة الشعر الزائد من اي منطقة كما قلنا تحت الابطين غاهوالبنات لادرتوها تحت الابطين خليوها تجف لانو تحت الابطين ارتبطه المناسبة محلول في نسبة المحلول نحتاج من اللقطن سواء اللقطن أو لكوتون الخل شكرا بحال بحال سوف نحتاج الى الخل لا نضيف الخل المائدة الملون ولكن اذا سوفر خل التفاح فممكن توديره بالمناسبة يزور حتى ان نمشوا الكلاف سوف نحتاج كمية جيل الملحة العادية ملح الطعام او ملح الأكل وعلى بركة الله كمية جيل الملحة سهلة لا يوجد كمية جيل الملحة نضيف مياه الخل مائدة الملونة نحاول نخلطه أو نجمعه وصفية الوصفة إذا لديك الحساسية من الخل ممكن تخذ نسكا السع الخل مع نسكا السع الماء لا تدريك الخل 100% لن يسبب لك الحساسية نأخذ القطين ونغمرها ونمشيون البلاصة وندهنوها خمسة دقيق ونغسلوها مزيان وندوزو مباشرة حتى نرطبوه هذا الشيء من الوصفة البسيطة الاقتصادية ورخيصة سواء في الوصفة أو في المحلورة ترطيب 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 بالجسم بالفازلين غزال غزال كما ترطيب يستخدم الجسم لذلك الوصفة ومع المحلطة تحصل بالتأكد لديهم تحصل لوجه كم تحصل وعالجوا هذه المشكلة كذلك الزيت الأرقان هو البشرة الجافة الحساسة فالمهم من الاشياء اللي كنت ستختم اسمنا الى استحسان ديالكم اسمنا الى الناس تشجعونا بواحد لايك وتشتركوا في القناة وانطلقها معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة الى اللقاء